اشتركوا في القناة خلينا في البداية نعرف رأيك في المشهد السياسي الحالي يعني المشهد السياسي حالي نتجه نحو الاستقرار بدأت الأمور توضح بشكل أعتقد أكثر رؤية كانت الأمور في الفترة الماضية أكثر ضبابية تم إقرار قانون الانتخابات هناك بعض المرشحين سحبوا هناك بعض المرشحين أكدوا استمرارهم في السباق عدد من الأمور على الأرض سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى المحلي أصبح أفضل بشكل أعتقد أنه ينبق أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة يعني من ثمان شهور إحنا كان الموقف صعب جدا أعتقد أن نتجه مصر نحو الاستقرار بشكل أكثر دقة وأكثر واقعية وأكثر سرعة خلينا نتكلم على قانون الانتخابات الرئاسية رأي حضرتك فيه وتعليقك وخاصة أن منقف بعض الأحزاب السياسية بعد اجتمعهم مع الرئيس سعادل منصور قد يكون اختلاف قد يكون التأكد أريد أن أعرف أي حضرتك هو بالتأكيد الاختلاف كله على مادة التحسين يعني القانون تم إقراره تم رفع للدستورية والإدارية وقسم الفتوى التشريع وكل الأمور التي تم إقراره بقرار الجمهور طيب المشكلة الرئاسية التي اعترض عليها البعض وهناك عدة قراء فيها فكرة قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هل هي محصنة أو غير محصنة ولماذا اعترضنا عندما تم تحصنها أيام مرسي ولماذا اليوم نحصنها في وقت رئاسة المسجر عدل منصور الأمر بسيط جدا هذه الهياء مكونة من عدة قضاء عندنا أدام اتنين في محكمة الناضع عندنا رئيس الدستورية عندنا أسماء كبيرا عندنا رئيس محكمة الاستئناف كل هؤلاء بوظائفهم وليس بأسمائهم يعني ممكن رئيس محكمة الاستئناف وممكن يبقى أحمد محمد جيرجس مش هيفرق معنا احنا أولا بنتعامل مع المنصب إذن ما يصدر عن تلك اللجنة هو قرارات قضائية دول قضاء وليس قرارات إدارية طيب لماذا يتم التحسين لسبب بسيط جدا القانون انتخابات عندنا 139 سبب نقدر نطعن عليهم تخيط إننا لو جبنا رئيس وطعننا عليه أولا هيبقى مطعم في شرعيته فلو قاعد أربع سنين هو فاقد القدرة على اتخاذ القرار وبالتالي لأنه ممكن يرفع إلى المحكمة وهل هذه الفترة تتحمل مثل هذه الأمور لو أخذنا كل طعم أخذ شهر يبقى عندنا 139 شهر هنقعد لنا 10-15 شهر سنة ما عندنا شي رئيس يعني عرف اللي هو بين قسين يعني مسك نفسه وهو قانونا كله ما طوعنا عليه طيب هناك أسباب مهمة جدا وكان أهم ما قيل في هذا الشأن في اليومين الماضين كنت أجريت حوار مع شيخ المحامين الأستاذ لبيب معوض وقال وهو رجل فقيه دستوري غير طبيعي وقديم وقديم جدا طبعا قال لك القرارات قضائية نهائية دول قضاء دول مش موظفين عشان يصدروا قرارات إدارية يمكن التعن عليها وبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه كون أن القوى السياسية ترفض وبعض القوى السياسية توافق أعتقد أنه عندما التقوا الرئيس عدل المصور وهو قام كبيرا جدا في القضاء قبل أن يكون رئيسا للدولة شرح لهم والبعض اقتنع أثناء الجلسة وخرج ليعلن أنه لم يقتنع ويعني الأمور ولكن هذا كلام موقع يا صشار المرحلة الحالية لا تتحمل نهائيا إطلاقا إطلاقا نحن في مرحلة بناء الدولة يجب أن تتكاتف كل القوى نبعد عن المصالح الشخصية عن المصالح حزبيا الضيقة لا بد أن نخرج من تلك المرحلة أكبر قدر من المكاسب والاستقرار خليني أخذ رأي حضرتك الحقيقة مبارح أعلن خالد علي المحامي الحقوقي عن انسحابه من سباق الرئاسة اعتراضا على قلون الانتخابات ومعرفش وصف الانتخابات بناها تمثيلية سياسية هذا الوصف الآن بالتحديد لي وفكرة التشكيك في الانتخابات المقبلة من جانب بعض القوى السياسية أو بعض الشخصيات التي أرادت تقدمت من قبل لي الانتخابات ولم يحالفها الحظ على الأقل لم يحالفها الحظ أيضا في أن تحصل أو تحصد عدد من الأصوات الكبيرة ربما يعلم قلهم أن أنهم لن يستطيعوا أن يحصلوا الموقف محسوم بالضبط وأعتقد المرفات تتخذت حوالي 124 ألف صوت تقريبا أعتقد أن هذا نوع من الشوق الإعلامي ومن حق أي حد أنه يروج لنفسه ومن حق أي أحد أن يقول ما يريده ولكن ليس من حقه أن يشكك فيه عملية بالضبط تشرف عليها أكبر لجنة قضائية الانتخابية رئاسية قضائية هذا الأمر أعتقد أنه اختراق للقانون قبل أن تبدأ الانتخابات ويشكك في نزاهتها وأيضا يؤثر على سر العملية وعلى الأمن القوم بالمصر الداخل هو ده يعني أنت عايز تنسحب انسحب عايز أن تتقرشح ليس مشكلة ولكن عندما تشكك فيه عملية نزاهة الانتخابات بهذا الشكل وبدليل أن هناك مرشح آخر اسمه الأستاذ حمدين صباحي ما زال مستمرا وأكد أنه سيستمر في الانتخابات لو أن هناك تشكيكا أو أن هناك أزيه تمثيلية لا أعتقد أن شخص مثل حمدين يمكن أن يشارك فيه تمثيلية أو مصرحية بالضبط طب خليني نكلم على ترشح المشير السيسي وعدم حسمه لترشحه حتى هذه اللحظة متى سيعلن المشير عفتاح السيسي ترشحه بشكل رسمي هو طبعا الإشارات التي خرجت من سيادة المشير في الفترة الماضية عندما قال أنه لن يدير ظهره إلى الشعب المصري أعتقد أن هذا الأمر محسوم أن هذا هو قرار الترشح لكن القرار الرسمي حتى الآن لم يتخذ لأنه قرار الرسمي عندما يتخذ لابد أن يستقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ثم يقيد اسمه فيه الجداول الانتخابية ثم يتحدث إلى الشعب أنه رشح نفسه ربما هناك بعض الترتيبات داخل وزارة الدفاع ربما هناك ترتيبات تمثل الأمن القوم المصري في الخارج ربما هناك عدد من الأسباب ليس كل ما يدار داخل الدولة المصرية يمكن أن يتم إطلاع الإعلام عليه أو الشعب المصري عليه بشكل قد يؤثر لو عندنا معلومة أمنية أو معلومة دفاعية أو حاجة تخص يعني ما نحن يوم سافر روسيا وعقدوا الصفقات السلاح ليس من المنطقي أن نقول أن وزير الدفاع يروح روسيا ويعمل هناك بعض الترتيبات التي تتم قد تمثل الأمن الداخلي قد تمثل الأمن الخارجي أعتقد أن رجل مثل المشهير السيسي سيختار التوقيت المناسب لمصر داخليا وخارجيا وبالنسبة له بشكل شخصي هناك بعض الصحف اليوم أشارت إلى أن المشهير عفتاح السيسي يلملم أوراقه من وزارة الدفاع في إشارة أنه يعني ربما يعلن في الفترة القادمة أو في الفترة قريبة شوف أنا يعني كصحفي وليست هذه معلومة لكن هناك بعض الأمور لو ربطناها مع بعض قد ينتج عنها توقع يعني هو تخمين يرقى إلى مستوى التوقع أعتقد أن هناك زيارة مهمة للرئيس الأمريكي للسعودية قبل نهاية هذا الشهر وأعتقد أيضا أن الضغوط السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت وأصمرت بشكل غير عادي عندما تحدث العاهل السعودي أن من سيضغط على مصر سنتخذ ضده إجراء تمام؟ هناك أيضا الحلف المصري السعودي الإماراتي أعتقد أن هناك في هذه الزيارة ستتم بعض الترتيبات ربما الجانب السعودي يطلع الجانب المصري وبالتأكيد هناك من يشغل منصبا مهما الرئيس رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع أعتقد أن المشير ينتظر هذه الزيارة؟ ربما هذا تحليل لصحفي فقط لا غير ليس فيه أي نوع من المعلومات تمام الفريق سامي عنان أعلن ترشحه لرئاسة ثم عقد مؤتبرة صحفية اللي يعلن فيه مرة أخرى انسحابه من الترشح على مقعد الرئاسة خلينا عرف تعليق حضرتك وإيه الأسباب بالتحديد لإعلانه على الانسحاب في هذه الفترة هو فيه حاجة مهمة كانت تدور في المنتديات وفي المقاهي وفي الجلسات العامة وفي البيوت أن هناك فريق القوات المصرية المصرية يساند المشير وأن هناك فريق آخر يساند الفريق عنان طبعا مثل هذه الأمور ليست صحيحة بالمرة ولكن هذه الأمور التي دائما نعرف أن الإشاعة تؤثر بشكل غير طبيعي على سير الأمور ومجراتها في مصر أعتقد أن الفريق عنان استشعر خطورة هذا الأمر ربما في وجدان الشعب المصري الجيش المصري هو شيء مهم بالنسبة إلينا جميعا فكرة أن تكون هناك معلومات أو إشاعات أو من يروج لمثل تلك الإشاعات أن هناك فريق ساند هذا وفريق ساند هذا ربما هذا الأمر استشعره بالخطر وبالتالي لبا نضاء ضميره الوطني وأعلن أنه سينسحب وبالتالي هذا أمر المحمود أنا أشكره علينا حضرتك عايز تقول أنك رجل من رجال القوات المسلحة يريد أن يحدث انشقاق فريق معه وفريق ضده هذا ما يقال في الفترة وهذا طبعا غير حقيقي بالمرة لأن رجال القوات المسلحة على قلب رجل واحد على قلب رجل واحد طيب عايز أتكلم على استهداف رجال الشرطة الحقيقة والجيش بشكل يومي وعايز أتكلم على قرارات الحكومة للردع مثل هذه العمليات الإرهابية هل هي كافية؟ طيب الجزء الأول من السؤال فكرة استهداف رجال الشرطة ورجال الجيش طبعا في إطار المخطط الدولي لتنظيم الجماعة الإرهابية معروف أنه ستكون هناك عمليات نوعية وأعتقد أن الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لهذه النوعية ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال في أي دولة من دول العالم أن يتم بتر دابر الإرهاب بشكل نهائي ودع طبيعي جدا هذا ما أقوله ليس مبررا ولكن دولة كبيرة زي مصر دولة 94 مليون دولة مستهدفة من الخارج ومستهدفة من بعض العناصر في الداخل هناك العديد من العناصر الجهدية والإرهابية أعتقد أن قضينا على حالة 85% تقريبا من الاستهداف البور الهربية هذا في إطار المخطط العام هذا أنا شايف أنه هو وضع طبيعي الوضع غير الطبيعي يعني مش التراخي يعني خلينا برضو نقول التراخي بونق السين هم يشتغلوا يعني الجيش والشرطة يشتغلوا بشكل جهي جاب ولكن الشعب المصري يريد حسما أكثر من هذا ولكن قرارات الحكومة على العمليات الإرهابية اللي بتتم الآن ضد الجيش وقوات المسالحة وأنا بداكس بالتحديد على رد فيها للحكومة يعني هو النواية الطيبة لا تصلح من الأمور لابد أن يكون هناك ردع وهناك قوانين أكثر شدة تتعامل مع هذا الأمر القوانين موجودة يا أستاذ القانون الحالي لا يكفي لماذا لا يتم حتى الآن إقرار قانون الإرهاب هذا القانون إذا تم إقراره بشكل جيد جدا هناك يعني أعتقد من لفاته كان في إساس دور به قرار خلال أيام إذا تم تطبيقه لو فيه ثلاثة وقفين مع بعض خلاص يعني قصة وتم الاشتباه فيهم وأن هناك معلومات تقول أنهم سيقومون بكذا وكذا يعني الاستهداف الأمني يستهدف اقتصاد المصري فكرة الاستنزاف فكرة تصدير الصورة في الخارج أن مصر غير آمنة كله ده في إطار المخطط العام طب إذا لابد أن نأخذ إجراءات حاسمة وإجراءات قوية وإجراءات رادعة يعني أنا مش أستنى النهاردة لما في كل نقطة شرطة ولا في كل اسم شرطة ولا في كل كمين شرطة عسكرية يموت لخمسة أو ستة حركة يسأل خطوات استباقية؟ أولاً لابد أن يكون هناك خطوات استباقية لابد أن تكون هناك إجراءات على الأرض يعني مثلاً لو النهاردة عبضنا على مجموعة أو خلية المحاكمات لابد أن تكون سريعة أنا مش أقعد يعني قاتل ستة أو قاتل سبعة أقعد أنا أقعد حكم ثلاث سنين استهداف المنشآت العسكرية صار شارل النهاردة الصحف تتحدث على أنها تنظر أمام القضاء العسكري بالتحديد عند القبضة على إرهابيين يستهدفوا المنشآت العسكرية بالتحديد ده تحول كويس جداً لأن فكرة أن يتم ليه القضاء العسكري؟ القضاء العسكري لأن القضاء العسكري ناجز وسريع بخلاف القضاء المدني وكلهما نزيه يعني يديك فرصة وفي بطء في التقاضي والإجراءات طبعاً لضمان العدالة ولكن قد تؤثر على عندما تكون الأمور تمس الرأي العام بشكل النهاردة أنا عايز حسم يعني أهدي لك مثال على من قتلوا الضباط حتى يعني بتحكموا أن الناس هذيك شافوا الفيديوهات على تيوب كان لابد أن يتم تقديم هؤلاء إلى محاكمات عاجلة حتى يعني الرأي العام يهدأ يحس بالأمان والطمأنينة يعني ليس بالضرورة أن أنت تدي له إعدام بعد خمس ست سنين طبعاً أنا عملتين عايز دلوقتي يعني وكي القانون هتطبق عليه طبب هذا البط إذن تقديم هؤلاء إلى القضاء العسكري أنا من وجهة نظر أؤيده تماماً ومعه بشكل قد يكون تحويل من القضاء العسكري سبب استهداف منشآت عسكرية بالتحديد استهداف منشآت عسكرية أو استهداف أو كل ما يخص قطر مسلحة أسوأ من أفراد أو غيره الزبط ولسرعة الإنجاز ولسرعة الإنجاز لسرعة الإنجاز طيب يعني سؤال كنت سيبه للآخر الحوارح هي رأي حضرتك في الحكومة الحالية كنا نتكلم قبل الهوى على الحكومة الحالية بالتحديد أنا مش عايزة أتكلم على مصر يعني أولاً كان لابد لهذه الحكومة أن تتكون من مثلاً 15 أو 16 حقيبة وليس 30 أو 31 حقيبة تعريباً ليه؟ لأن الوضع لا يسمح الآن بحكومة موسعة يعني أنا النهاردة في حكومة زي حكومة المهندس إبراهيم محلب مش هنتكلم على الخطة العشرية لتطول التعليم لكن أنا عايزة أتكلم على اللي بيحصل في المدارس والجامعات وبالتالي كان لابد أن تكون حكومة حرب وهم قالوا أنها حكومة حرب ولكن قالوا بالبق حكومة الحرب لا تعني ليس أولاً بهذا التشكيل هي أمام تحديات كبيرة جداً تحدي الأمني الأمني أولاً ثم الاقتصادي لأن أنت من غير أمن ما فيش اقتصاد من غير أمن ما فيش استثمار من غير أمن ما فيش فلوس جالك من بره تشتغل بيها من غير أمن حتى الرجل الأعمال في الداخل رجل الأعمال في الداخل لما يبقى عنده مصنع في منطقة نائية ويأخذ منه عربية مثلاً مواد ولا يعني ما هو برضو مش أشتغل تاني فكل ده مؤسسة ولكن هم أشكروا على اللي بيعملوا دلوقتي كويس جداً ولكن احنا عايزين إيقاع أسرع قرارات أشد لازم يبقى فيه عارف فكرة الثورية فكرة أن تكون أن تصدر تلك الحكومة قرارات ثورية أحس بالتغيير أحس بأن الدنيا مختلفة أحس بأن الواقع اختلف يعني كمان يؤخذ عليها أنها فيها عشرين وزير من الحكومة من الحكومة الماضية من حكومة الببلاء وأين التغيير يعني أين التغيير حسسني بقرارات وهم الحكومة إزاي بقى طب حركت حدثت عن في مجمع الحديثك عن الشكل النوعي والتغيير النوعي الأمني في الفترة الحالية هل ترى أن سواء الداخلية أو القوات المسلحة تغير من الشكل النوعي لمحاربة الإرهاب في هذه الفترة بالتحديد؟ وما معنى كلمة تغيير نوعي؟ يعني إيه؟ أولاً لابد أن يتم اعتماد خطط مختلفة هل تلك الخطط المختلفة تبدأ؟ كل فترة؟ آه كل فترة ويبقى لأن كمان الاستهداف أصبح في زكاة الاستهداف أصبح في استخدام أجهزة اتصالات على سبيل المثال النوعية متفجرات مختلفة يعني ده كله حتى من خلال اللي بتنشر في الجرائد نستطيع أن نشوف أن الإرهاب بيحال لابد أن نواجه المختلف بأفكار مختلفة الأفضل من كل ده اللي هي الأفكار الاستباقية الأعليات الاستباقية أنت النهاردة ما تستناش لما ننضرب وبعدين تعلن أبط عليك فلان وفلان وفلان وده اللي بيحصل من الجيش في سينة تتلاحظ أن العملات قلت جدا لأن الاستراتيجية تغيرت عندما أعلن القادة الجيش الثاني اللي هو أحمد وصفي أن هناك تغيير في الاستراتيجية وتغيير في الآلية خلاص الدنيا اختلفت تماما نحن عايزين شرطة تعمل كده يعني هم متشكرين بزيلوا جهد غير طبيعي ومستهدفين ولكن لابد أن يكون هناك تغيير 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 مختلف على الأرض بالضبط الأستاذ شارل فؤاد المصري مدير تحريك جديد المصري لهم شكرا جزينا على عبودك معنا النهاردة ويكون لنا مزيد من اللقاءات حول المشهد سياسي في مصر إن شاء الله مشاهدينا زي ما اسمعنا من الأستاذ شارل الحقيقة بنتمنى أن يكون هناك قرارات راضية من الحكومة المصرية في الفترة الحالية المزيد من الأمن وجذب الاستثمارات إلى وطننا الحبيب مشاهدينا مكملين معكم